يبدأ الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون زيارة إلى الجزائر بهدف طي صفحة القطيعة وإعادة بناء علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي زيارة ماكرون الرسمية إلى الجزائر التي تستغرق ثلاثة أيام تعد الثانية للرئيس الفرنسي بعد زيارته الأولى عام 2017 كما تعد الزيارة الأولى من نوعها لمكرون إلى الجزائر خلال عهد الرئيس عبد المجيد تيبون وتتزمن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر في عام 1962 وتأتي الزيارة بعد أزمة ديبلوماسية بين البلدين تسببت فيها تصريحات الرئيس الفرنسي حول ذاكرة الاستعمار ووفقا لعدد من المراقبين تبحث زيارة ماكرون عددا من الملفات أبرزها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة التعاون الأمني في منطقة الساحل فضلا عن ملف منح التأشيرات للجزائريين وأزمة الطاقة العالمية من جانبها أكدت الرئاسة الفرنسية أن الغاز الجزائري ليس موضوع الزيارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر